في الرياضة حصدت أوكرانيا ثمانية ميداليات من قبل لاعبي الجنباز في مرحلة باريس ضمن فعاليات كأس العالم قائد النخبة الأوكرانية والبطل الأولمبي أوليغ فرنيايف أثبت قدراته العالية في التناوب على الأشرطة كما حصل على برونزية في قفزة القاعدة والتمارين على الحلقات بينما حصل البطل الأوكراني الآخر إيغور رادي فيوف على فضية قفزة القاعدة بيوتر بخنيوك حصل هو الآخر على فضية الحركات الأرضية والأشرطة المتفاوتة وإذا كان الأوكرانيون متعودون على التميز في فئة الرجال فقد أحدثت المفاجأة السيدات أوكرانيا حيث أبدعت ديانا فارينسكيا ثلاث مرات في هذه المنافسة الدولية